الثاني بقى نخش بقى في وجودك انت كلفت برئاسة اللجنة وتشكيل اللجنة هل اللجنة هتضم احد من الوجوه القديمة واخصد بالتحديد كابتن وجيه احمد كابتن عزب حجاج او حد من الافاضل اللي موجودين والله يا كابتن شغيرة انا هقعد انا قدامي تقريبا لمدة عشر تيام تقريبا او اكثر شوية هقعد اشوف مين اللي هيصبح في اعمل في التحديد في الفترة الجايبين مين اللي افيد فريق التحديم الجايع احنا فريق زينا زيك هنشوف مين اللي هيصلح وهيبقى فيه تغييرات كتيرة فيه يعني مثلا الفار هيبقى ليه إدارة مستقلة الوحيد إدارة مستقلة للفار حلو قوي حلو قوي كل دول فيه إدارة مستقلة للفار هاي يعني احنا ما عرفش إيه وده كبت من ضمن الأسباب اللي خلتنا ما تاخدناش بالفار بشكل جاي إن ما فيش إدارة مستقلة تدريب ما كانش كافي على الفار بس أنا عاوز أقول حاجة كابتن والله أمانة يعني أنا طبعا بشكر كابتن وجيه واللجنة السابقة هم جمت توقيت صعب جدا هم لقوا عدد معين فقط من الحكام الوقتين رمص البار أجادوا ما أجادوش هيلعب بيهم لأنه ما عندوش حاجة فيعمل إيه يعني إذا كان مبدأ صواب العقاب ما يقدرش يحققه لأن العدد اللي عنده غير كافي على الإطلاق المجيب بالدول المصر فإذا البعض الحقيقة ظلموا فيه لكن هو بريد من هذا فأنا بقول أن يعني في الحقيقة هو الرجل تحفظ أفضل من تقصد فيه أمانات نعم هل الإدارة المستقلة للفار دي هي اللي هتحط حكام الفار ولا من خلال لجنة الحكام الإدارة المستقلة للفار يا كابتن شوبير هي إدارة من ضمن لجنة أيها من ضمن اللجنة تحت رطاء اللجنة هم اللي هيرشحوا الأفضل وهم اللي بيتابعوهم بيتابعوا حكام الفار بشكل أفضل وبيعملوا مختبارات باستمرار ويقولولنا دول الأفضل وخلاص نرشحهم للمباريات وده شيء مهم يا كابتن اللي صعب جدا إن الكل يتابع كل الحكام طيب أفهم من كده إنه عدد حكام الفار حيزيد خلال الفترة القادمة ولا أنا مش أخد بالي مية في المية كابتن شبير هايزيد ولذي يبقى أكثر من ضعف الموقف كمان حتى يبقى عندنا مساحة للاختيار ونختار الأكثر والأفضل حتى لو أكرر الحكام بس اللي بيهنك هو اللي لعب زي فريد زي فريد أي قدش بيلعب الناشط كان المفروض يحفل اتفضل يا كابتن طيب كان هناك مكتسبات للحكام خلال الفترة الماضية ساعة محضراتك كنت رئيسة للجنة منها سفر الحكام بالطيارات منها الإقامة في الفنادق منها عربيات تخدم من قدام الاتحاد في المباراة ذات المسافات البعيدة منها ملابس الحكام منها مستحقات الحكام كانت بتخلص أو البول بشكل وللأمانة يا كابسيونير بشكولك لأنه انت خليل دور كبير في هذا الموضوع وليحقيقة كل واحد يخلقه دور كبير في هذا الموضوع أعتقد أنا الأول أن حتى الحكام يروحوا بالمباراة في صقم واحد يعني يبقى حتى الشكل العام يبقى شكل مصرم نعم طب موضوع برضو هما كانوا زعلانين أوي إلغاء الطيران وإلغاء الأوتوبيسات اللي كانت بتاخدهم لأنه راجل راح الجونة يعني الله لا يقدر بيحصل حاجة لكن لا بيبقوا مع بعض وبعدين ماشاء الله طاقم التحجيم زاد يعني فبيطلع لو معهم أوتوبيس صغير عندك أربع حكام أنا معاك يا كابتل شبير معاك ابني سبببيرك ده ولكن ليه أمانة برضو الحكام النهاردة ما لهمش بنيه عن تتحق فورا وده حقيقة بأمانة عشان كل واحد ياخد حقه ولكن أنا بمتطولش الحاج يعني أنت عليك الموضوع تحجيم زاد عمل معهم ضوط كبير كهذا الشكر ودايما أنت عليك يا كابتل شبير أنه دائما الحكام بيشكب من الفلوس طب أنت خبت الفلوس لازم تقوم في دورة ده مهم جدا يا كابتل شبير برضو أن أنت خدت حقوقك فعليك واجبات لازم تقوم بيها فإن شاء الله الفترة الجاية هنحاول يا كابتل شبير بشكل أو بآخة تريد الله أن كل الحاجات اللي أنت حدف قلتها مع كمان التطوير اللي هو الأهم وأهم شيء يحتاجه التحكيم من وجهة صدر المتواضع في الفترة الجاية هو الانضباط الانضباط